البديل الصحي للأرز باللبن كوجبة للإفطار صحية تنفع لإنقاص الوزن لحبوب الكينوها فوائد كثيرة وتحتوي على نسبة عالية من بروتين مثل اللحوم ومشبعة ولها ثلاث الوان الأبيض والأحمر والأسود ولهم نفس الفوائد الاختلافة في الألوان فقط وبديل صحي لنشويات مثل الخبز والأرز والمكرونة الوصفة سهلة وسريعة التحضير نأخذ نصف كوب من حبوب الكينوات تغسل جيدا ثم نضيف نصف كوب كينوها على كوب من الماء الساخن ويترك على النار لمدة عشر دقائق حتى يتشرب الماء تماما وينضج الكينوات ليس لها طعم ولا رائحا ممكن نتناولها طبق حلو أو حادق على حسب إلاضافات سوف نقدمه كطبق حلو في وجبة الإفطار نضيف علي الكينوها بعد الطهي ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهندي وملعقة كبيرة من بذور الشياء وملعقة صغيرة من القرفة ورشة ملح وربع كوب من السمسم الأبيض المحمص والمطهون بديل الحليب وملعقة كبيرة من جوز الهند المبشور والزبيب المنقوع لمدة خمس دقائق وملعقة صغيرة من العسل حسب الرغبة وتحراك وتقدم وصفا صحية ولذيذا إذا أعجبكم الفيديو اشترك في القناة وعمل ليك